اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اصدروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلثون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا وربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه نيئا مريئا ولا تؤتص فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها فكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا مبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستغفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى بل يتامى بل مساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا بل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله بل يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أسنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه السلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعض وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزباجكم إن لم يكن لهن بلد فإن كان لهن بلد فلكم الربو مما تركن من بعض وصية يوصين بها أودين ولهن الربو مما تركن إن لم يكن لكم بلد فإن كان لكم بلد فلهن الثمن مما تركن من بعض وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أبمرأة وله أخ أو أخت فلكل باحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعض وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله برسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بذلك الفوز العظيم ومن يعص الله برسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها بله عذاب مهين بلات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أرباطا منكم فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بل لذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فآرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كريتموهن فعساء تكرهوا شيئا وججعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقطع وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخذاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخذاتكم من الرضاة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في فجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر